الفضيلة الإخوة والأخوات أيها الحفل الكريم أبناء الجالية الكرام أسعد الله أيامكم بولادة منقذ البشرية بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أب القاسم محمد محمد وآل محمد هذه الصلوات مش متناسبة مع العدد الموجود صراحة إلا إذا كان الجوع هو السبب فنعيد الصلاة على محمد وآل محمد بأعلى الأصوات ثم الثالثة لتعجيل الفرج أحسنتم وعلى أهل بيته المطهرين المعصومين في محكم الكتاب الكريم سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان أرواحنا لتراب مقدمه الفداء هذه الذكرة التي كلما طال الزمان وامتدت السنون تألقت من جديد وحلولت من جديد وصطع نورها من جديد مع أنه بقوله الشيء اللي يمضي عليه الزمان بينتسع وببور وبتراجع شو السر لأننا لا نتحدث عن مولود ولد واسترد الله ودعته ثم قضى أمره إنما نتحدث عن وليد ولد ليدخر وليبقى وليستمر مع الزمن لأنه آخر الأوصياء وبقية الله في أرضه وعصارة الأنبياء وخاتم الأوصياء محمد بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف لذلك المناسبة مناسبة الحديث مش عن الماضي عن المستقبل عن القادم عن الأمل والنور الذي يصطع من بعيد مؤذناً بشروق ضوء الشمس في سائر أرجاء المعمورة يوم تصطع الأرض بنور ربها يوم يضيء هذا الكون بالنور المكنون الذي ينتظره جميع الأنبياء والرسل والشعوب والأمم وبشرت به سائر الديانات والأفكار والطروحات هذا الانتظار كما ورد في الحديث الشريف هو من أفضل الأعمال يمكن واحد يتفاجأ كيف يعني الصلاة أعمال الصوم أعمال الزكاة والخمس والحج أعمال كيف يكون أفضل هذا الانتظار ليش لأن هذا الانسان الذي يصلي ويصوم ويحج ويزكي ويخمس ويقوم بالأعمال العبادية على تم وجه ثم يدعو الله ليغير حاله وحال الناس إلى أحسن حال فلا يرى تغيير شو يبلش بينه بالنفس يقول لمين عم صلي لمين عم صوم لمين عم حج لايكوا الدنيا كلما ازداد الظلم كلما ازداد فساد كلما المؤمنين ازدادوا ضعفا ووهنا وتشر بصري شكشك من هنا كان لابد من تعزيز ايمان المرء من خلال تثبيته على عقيدته التي تقوم على مبدأ ان هذا الواقع لن يدوم بهذا الشكل انما هو ساحة ابتلاء واختبار وتجارب للأفكار والطروحات ثم يأتي امر الله لذلك ورد في الحديث الشريف انه لو بقي من هذه الدنيا يوم واحد لتول الله ذلك اليوم لأطال الله بهذا اليوم حتى يبعث في الناس ولدا من ولدي اسمه اسمي يملأ الارض قصة وعدلا كما تملأ ظلما وجور هذه الحتمية تحتاج الى تثبيت عقائده لذلك اول مطلب من مطالب الانتظار حتى نكون منتظرين عن جد انه نثبت عقيدتنا ما نخلي طول الانتظار او طول الوقت او زيادة منسوب الظلم في العالم يشككنا بهذا الامر تحت عنوان انه اين تبديو يظهر ليش ما ظهر شو بعد شو بعد بديو يصير وما صار هذه الافكار تحدثت بها الناس من قبل ما تنسوا انه مرء ظلم كثير على شيعة اهل البيت عليه السلام في ماضي الزمن من الامويين الى العباسيين الى الصلاجقة الى المماليك الى العثمانيين الى غيرهم الى زماننا هذا ولكن شو الفرق الفرق اننا نتحدث اليوم عن مظلومية عالمية مش عن شغل مربوطة ببلد معين او بشعب معين او بتجربة معين لا عم نتحدث عن مظلومية عالمية تعرف بها كل الناس وتتمحور في جنبتيها كل الدول والشعوب اما مع اما ضب في محورين في هذا العالم بيعرفوا بيقشعوا بيسمعوا وبيغضوا مواقف على هذا الاساس هذا البعد العقادي بدوا تثبيت ليه لانه بالمقابل في عدد كبير من الناس عم تشتغل على زد الشبهات والاشكالات خاصة انه ولادنا وابنائنا مختلطين مع كثير من اتباع الديانات والمذاهب والافكار يمكن يجي يقولولهم انه كيف تعتقدوا بانسان غاب كل هذه المد كيف الانسان يعيش الاد ليش بدوا يغيب اساسا وثم تأتي الاشكالات والشبهات حتى من داخل صفوفنا حول مسألة اصل وجود الامام وولادة الامام وهذا الشغل شغل مدروس وممنهج وله اسبابه وغاياته الرد عليه كيف بان تقدم دروس في العقيدة المهدوية من خلال مدرسة من خلال الكشاف من خلال اليوث كلاب من خلال اي لقاء يصير لشبابنا لأولادنا انه بدل ما يسمعوا بالفكرة لا يتعلموها وهذا الفرق بين معرفة الامام والعلم بالامام العلم في ناس حتى من غير المؤمنين والمسلمين بيعرفوا عن الامام ويسألوا عن الامام بيحكوا عن المصلح العالمي وعن المنقذ العالمي في كافة الثقافات والشعوب اما نحن فمسؤوليتنا ان نعرف الامام وهذا دليل على استحبابية الدعاء الذي اوصى به الامام الصادق عليه السلام في اخر الزمان ان نكرر في دعائنا الهي عرفني نفسك فانك ان لم تعرفني نفسك لم اعرف رسولك الهي عرفني رسولك فانك ان لم تعرفني رسولك لم اعرف حجتك الهي عرفني حجتك شوفوا المعرف مهمة وكيف تصل بالانسان من معرفة ربه الى معرفة حجة ربه عليه في ارضه وزمانه فانك فانك ان لم تعرفني تعرفني حجتك المرجع جامع جامع الشرائط ساعتها بتكون مبرأة دم لانك وصونا الايم بانه نرجع للعلماء والفقهاء بعصر الغيبة عم بقول هالكلام ليش لانه يمكن اسمعتوا بالفترة الاخيرة بكندا وبغير كندا بالمغتربات عم يطلع شباب وصبايا يتعلموا دينهم على اليوتيوب من خلال اليوتيوبر المشهورين خطباء مشهورين بلوجرز مشهورين وعم بيروحوا الى اتجاهات منحرفة يعني ما الى علاقة بفكر اهل البيت الحقيقي بعضهم يدعي اصلا انه الامام موجود وقاله اسم ومتزوج وقعد بالمحل فلانة وعم يتواصلوا مع الناس هون يعرفوهن عليه انه هذا فلان فلان هو الامام ظهر وبعضهم لا يعادل فكرة ويمشي في ظل تيارات قد تكون مسلمة لكنها ما لا علاقة بفكر اهل البيت وهذا الخطر بعده جديد لكن عم بلاحظ بكل جيل عم برحلة عم بسمع كذا حادثة في تأثر الجيل الجديد بالافكار التي تطرح على هذا الصعيد والسبب طبعا الفراغ العقائدي والفراغ الروحي الفراغ العقائدي عم بيأدي لأنه هذا ياخد دينه من رجل دين لبس عليه لباس الدين لكنه ليس له علاقة بالمرجعية بالمرجعية بالفكر الصحيح فالتأكيد على التقليد وعلى الأخذ من العلماء الذين يمثلون خط المرجعية في ساحتنا الشعية هي أولا ثانيا في مسألة الارتباط السلوكي والفردي والوجداني بالإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرج الشريف يا إخوان يا أهل الكرام هذه الفكرة فكرة غيبية أنه عم نؤمن بإمام غائب عن أنظارنا لا نراه ولا نسمعه ولا نلتقي به مطلوب مننا كأهل أن نحول هذا الغيب إلى علاقة حسية ملموسة كيف يعني وصلتكن هالقصة من خلال وسائل التواصل للسوشيال ميديا قصة بسيطة كتير بس معبرة بقولوا أنه في أم في زوجي فقدت زوجها توفى توفي أو استشهد يعني معاش موجود في الحياة وهي خافت أن أولادها أولاده ينسو مع الوقت كما أغلب الناس وحبت تحافظ على علاقة أبنائها وبناتها بوالدهم شو عملت عملت فكرة بسيطة لكن بعدها المعنوي جميل شو علاقة بانطلون بالغزانة وصار تحط فيه خرجية لأولاده كل ما يطلبوا مصار تقولهم روحوا خدوا من بانطلون بينكم من جايبة البانطلون فأني استغربوا بالبداية أنه بتقدر أنت تعطينا إياهم قالتلون إيه بقدر بس ما بدي إياكم تنسوا فضل والدكم حتى وهو مش موجود فصار هذا الشاب أو هذا الصبيب أو هذا الولد بدي ياخد خرجية تذكر أنه من جايبة باي هو مش موجود جسديا لكن فضله وخيره وعطاءه مستمر وهكذا في علاقتنا مع إمام زماننا إذا ما جسدنا هذه العلاقة بشيء حسي الفكرة بتروح بتصير جزء من المموار والذكريات فشو بنعمل بنعمل اجي بتكون للأيتام بتكون للمحتاجين للفقراء ونعود أبنائنا على التصدق نيابة عن الإمام الحجي عجل الله لدفع البلاء عن إمام زماننا فهني يومية بشوية فراطة بيتذكروا أنهم على علاقة مع إمام زمانهم بعد في ناس ما بيمروا صلاة إلا وبيدعوا بدعاء الفرج للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف سواء بالقنوط اللهم كن لوليك أو بعض الصلاة بالزيارة فهو يبني علاقة روحية يومية في صلواته مع الإمام في عنا جيل أنا شفته بالمخيمات وبالسهارات باللقاءات بالسليب أوفر اللي بتنعمل المراكز أنا شفته أنا اتفاجأت أنهم بس كنا نصلي الصبح كان يضلوا نعدين قلهم شباب ما بكنت قوموا قالوا بلى بس نحن بنقرأ دعاء العهد عادة بعد صلاة الصبح ونحافظ عليه أربعين صباحا فقلت لهم والله نيالكم في ناس عايشي بدول إسلامية ودول فيها أدان وفيها مساجد وفيها ممكن ما يتذكر ويدعو دعاء العهد هذه علاقة أيضا إذا ما كانت يومية ممكن يكون أسبوعية من خلال دعاء الندبي يوم الجمعة وتذكر كانوا الأخوات هون يعملوا ما بعض إذا بعد عم يعمل بس كان يعمل في الجمعات بعد الله يجر يعني رحت عمديني أنا بآخر الدنيا بجالي صغير موجود بشمال ألبيرتا وكمان وجدت أخواتنا يوم الجمعة بيعملوا دعاء الندبي ومجلس ولقاء إذا كان في عالم موجود أيضا للسؤال والجواب هذه الروحية يمكن وراها وحدة أو اثنين أو ثلاثة لكنها تعكس اهتماما في تثبيت العلاقة بالإمام عجل الله تعالى فرره الشريف التقيت مرة بناس بالحج قلتلهم ما شفتكن السنة الماضية أو قبل بسنة عم تحجوا قالهم بلا قلتلهم هالسنة لمن جايين عم تحجوا عن حدا من أمواتكن منهم قالوا ايه في حج نيابة عن أهلي أو عن قريبينة بس في واحد ابتسم وسكت فقلتلهم خير حج ليش سكتت قال لي مش حابب يحكي بعدين يقول لك عجل بعدين بس التأين بوج مزراب الرحمة قال لي حابب تعرف عن من عن حج قال لي عن حج نيابة عن إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف يعني يهدي ثواب العمل إلى الإمام يعني تخيل حدا عن بيدينك أو يسلفك أو يهديك هدية شو بتتوقع منه بده يرجع كمان يذكرك من الأدب أن يرد هذا الإحسان وهذه الهدية هذا اللطف منك إنك عم تحج عنه عم تهدي ثواب الحج للإمام وهو موجود بين الحجيج حيث لا يغيب كما ورد في الأحاديث عن الحج ولا مرة إلا ويكون في عرافة في ناس بتزور الإمام الحسين عليه السلام نيابة عن الإمام الحج وفي ناس تشرك الإمام في مالها تبو غير الخمص يمكن الخمص ما يبقى عنده أرباح ما عملوا سيفينج مثل ما هلأ كتير من الناس يقول لك أنا مديون 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 لا هو مجرد ما يوصل المال على إيده في جزء منه بقول الإمام الشريك بدي إصحبهم واصرفهم على نية الإمام في سبيل الله على نية الإمام وأنا التقيت بمهندس مرة قلت له بدي أسألك سؤال كتير من الشباب أصدقائك أنا بعرفهم مش ماشي حالهم شو السبب أنت ما شاء الله مشاريعك ما بتوقف فكمان ضحك وابتسم وقال لي إذا حبت تعرف فأنا من أول ما تخرجت وبلشت أشتغل بالهندسة نويت أن يكون الإمام شريكا في مالي ومنذ تلك اللحظة أرى أن البركات تزداد تزداد وتزداد وتزداد اللهم يعني على حباً وعلاقة وعلاقة أولاده حفظهم الله فيه فيه الإمام إلى أن تكون شريكاً في تعجيل ظهوره من خلال شو؟ من خلال الاستعداد لرفع الظلم وتخفيف الجوع والفقر ورفع الأذية عن المستضعفين نشر العدل والسلام بين الناس أجمعين شو دورنا نحن بهذا الأمر شو من قدر نعمل كتير هلأ من شبابنا وصبيانا بقولوا لي أنه ما أدري أننا نتفرج على صور الأطفال اللي عم تموت من الجوع الناس اللي عم تصحق وتقتل وتظلم ونحن بس عم نتفرج وعايشين حيات وختلفة حيات فيها كل شي بتقولوا مزبوط الأمر بداية بداية فعلا ولكن ما نقال لكم أنه مش قادرين تعملوا شي اليوم جيلنا الجديد اللي بيسموها الآن الجيل زي بأمريكا يعني اللي خلو بين 18 هلأ صار عمرهم و 28 أو 29 بهذا الحد يعني هؤلاء عم بيصحلهم يعرفوا الحقائق أكثر من الأهل لذلك عم يتفاعلوا مع الأحداث بشكل جدي بدليل أن أولادكم هلأ ملتزمين بالمقاطعة أكثر من الأهل الملتزمين منهم يعني منهم بطل يشتري شغلات بيحبها وبيرغبها وتعود كل عمره عليها إذ بنا نفاجأ أن هذا الجيل اللي كنا منعتبره جيل ماركات وجيل بذخ وجيل صرف اليوم عم بشوف قدام عيوني أنهم فعلا التزموا بعدم الشراء من أي شركة تدعم الاحتلال وتدعم الظالمين هذه إيجابية كبيرة تسجل على المستوى الاجتماعي شو بعد قادرين نعمل قادرين نكون فاعلين في المؤسسات والمراكز والأنشطة التي تستطيع أن تبث الوعي بين الناس اليوم كثير من الويت أمريكان والويت كناديان والوستنز بشكل عام عم بيتغير نظرتهم إلى العالم وعم بيتعرفوا على الإسلام وعم يطلبوا القرآن الكريم وعم بيحاولوا يفهموا شو سر أن المسلم يملك هذا القدر الكبير من الصبر والتحمل أنه يدفن ولاده يدفن ضناه ويتحمل كل المآسي والآلام ويخشي يطلع قدام الكاميرا يقول الحمد لله يا رب بدون يعرفوا شو السر شو السر لذلك هذه فرصة كبيرة جدا لنا ونحن نعيش في الغرب أنه نختلط مع أولئك الناس حتى نقولهم قداش الإيمان مهم قداش الإسلام بيقدر يجمع الناس من كافة خلفياتهم الثقافية والفكري ويوجههم في اتجاه واحد هو اتجاه الفطرة السليمة اتجاه أن نكره الظالم وأن نتعاطف مع المظلوم وهذا الأمر بتعرفوا نحن بلبنان جربناه قبل غيرنا وعشنا مرارات الحروب والاشتياحات واليتم والتشرد وجزء كبير مننا وصل على شمال القارة الأمريكية وعلى جنوب القارة الأمريكية وعلى مجاغ الأفريقيا وإلى أسقاع شمال أوروبا بفعل الظلم الذي لحق بنا في هذا البلد الذي مازال يصمد ويتحمل أهله وجزء من هذا الصمود هو دعم المغترب لأغله ولعائلاته وأسره في بلده تتذكروا أنت صار في مجاعة في لبنان وقت الحلفاء ضربوا طوق وحصار ومنعوا أي سفين يتجي من بره فبقولوا حتى حوالات الناس بالأرجنطين والبرازيل ما وصلت فالناس ما معا كانت تاكل صاروا يأكلوا اشتر الشجر ويأكلوا أي شي بلقوا بتريقهم بعدين إجا الجراد وصار في مجاعة اليوم حتى ترفع هذه المجاعة ونحن قادمون على شهر رمضان مبارك لا يمكن لنا أن نجلس على صفرة إفطار فيها ألوان الأطعمة بعد شوي نسمع أنه في حدا بضيعتنا أو من جيراننا أو ببلدنا أو من معارفنا وأرايبنا ما قادر يوفر على صفرته غير شوية بطاطة مئلية وشوية خضرة إذا كانت خضرة الفتوش رخيصة شو بنا نعمل بنا نساهم بأي طريقة من الطرق بتخفيف هذه الألام بأن نقطسم سفرتنا وأن نخفف من التبذير الموجود هون في سبيل دعم والحمد الله في مجموعة من إخواننا وأخواتنا في أتوى حصلوا على ترخيص من مصلحة الضرائب في أن يخصصوا أموال التبرع للمحتجين والفقراء وحطين هلأ سلي غزائي بتكلف 45 دولار من أجل مساعدة هؤلاء الذين لا يملكون قوط إفطارهم وبالتالي الفكرة رح تنعرض عليكم بعد شوي طبعا في معنى مجال من هلأ لشهر رمضان أنه الإنسان يقدم هذا المبلغ اللي يمكن يصرفه وقات بظهر صغير بمشوار صغيرة وهذا لا يؤثر بتصور على مزانية أحد هذا على المستوى المشاركة في رفع الظلم والحيف والفقر والجوع عن الناس ما ننسى كمان أن هناك أيتام فقدوا معيلهم ويفقدون في كل يوم كل يوم من فيق الصبح نفتح الأخبار من ليه في شهداء ارتقوا وتركوا خلفهم أرامل وأيتام هؤلاء مسؤولية المجتمع أيضا مسؤولية المجتمع لأنه لا معنا معنا مؤسسات حكومي قادرة أن تلبي في هذا الظرف الصعب وهني نهبوا البلد وسرؤوا كي يضعف كي يستسلم كي لا تستطيع الناس أن تكمل هذه المسيرة فالله يعطيكم الأجر والعافي وبيكتبكم من الممهدين من خلال الفعل والعمل والبذل والتضحيات لأن هذا هو الطريق إلى قلبي مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجعه الشريف هو يفرح عندما تدخلون السرور على قلوب المظلومين الذين سيخرج لنصرتهم وهو يحزن عندما بيلاقي ناسه شيعته اللي حاملين اسمه اللي عم يحتفلوا مش سألينين كثير مش مهتمين ما عم بيحاولوا يكونوا سباقين في فعل الخيرات في إتاءة الزكوات وفي الرد عن المظلوم وإغاثة الملهوف وهذا هو دايدن مدرسة أهل البيت عليهم السلام إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر في الختام تحية وشكر كبير ودعاء لكل الأخوة والأخوات اللي عم بيكرسوا أو آتهم على حساب أسرهم وعيالهم لحتى يأمنوا لنا هذه الأجواء الأخوية الإيمانية من خلال تطوعهم تضحياتهم من خلال تحضير سفرة الإمام الحج عجل الله وعجل الشريف في هذه الليلة المباركة وفي كل مناسباتنا ولقاءاتنا أولاهم الجنود المجهولون الذين لا يطلبون منا شكرا وثناء ولكن نحن نحن نحس أنه واجبنا أنه أقل واجب أن نقول لهم جزاكم الله عنا خير الجزاء إن شاء الله في ميزان أعمالكم واللي بيحب يكرمهم بيكرمهم من خلال أنه يثني على جهودهم ويقدم لهم ما استطاع إلي سبيلا بيقولون أنا بشيركم بمالي بشيركم بعطائي بشيركم بدعائي حتى ما تاخدوا الأجر لحالكم حتى نكون شركاء وإياكم بالأجر والثواب إن شاء الله كل عام وأنتم بخير كل عام والفرج يقترب منا إن شاء الله وهذا مرهون كما قلت إن شاء الله باستعدادنا بأن نكون قادرين خر الجيل يملك الإيمان ويملك العلم ويملك الوعي يملك المعرفة يملك الإرادة لكي يبني مستقبلا زاهرا لهذه البشرية المعذبة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر